فإن من أصول الإسلام أن ينأى الإنسان بنفسه عن الشبهات وقد قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية من صورة العمران الآية السابعة من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه سيكون في أمتي دجالون كذابون ثلاثون يأتونكم بالأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم وهذا الحديث جاء به الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح وغير ذلك من الأدلة المتكاثرة ومنها قول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وغير ذلك من الأدلة والآيات والآثار والإجماعات المنقولة عن سلف الأمة من الصحابة ومن بعده ولذلك تبتعد من أهل البدع والضلال ولا تأخذ بشبهات الناس زولي يقول لك يا أخي ما فيها حاجة وأبو هريرة شاء العلم من الشيطان تبقلوا مضلين كبار دكاتنا في أنصار الصنة والأخوان المسلمين دغير الله البيلعب في كتور جبل بيجاي ذي في إمته كتار جدا بيجي يقول لك الشيطان أبو هريرة شاء من الشيطان وكذب القصة دي أبو هريرة رضي الله عنه كان خازن المال والشيطان بيتمثل في صورة رجل ويسرق من المال ويرفع أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرفعه فيعتذر له من الأولاد وكذا آخر مرة قال لي أبو هريرة أعلمك شيئا وتخلي عني أو كما قال قال له لأن ما بيجوز أخذ العلم عن المجهول زول أنت ما عارف رأسه من قعره تشيل منه علم ساكن شان كده أدي أخوانا قاعدة لكل السلفين ما تضرب تقول يا أخوانا ظهر زول جديد أهذا كيف ما تسمع الأصل إنك ما تسمع أضانك دي ما سلم ألا يزل في إمتى لغاية ما مشعرت هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذب بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام دا يعني صدق في الحتة دي مع إنه كالضاب حتى بعد ذاك أبو هريرة أخذ الذي أقره فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما شال الكلام كله دا نمر واحد نمر اثنان أبو هريرة رضي الله عنه ما كان عارف حاله عرفته لكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو كنت تدري أو كنت تدري من تكلم منذ ثلاثين يا أبا هريرة قال لا قال ذاك الشيطان أو قال شيطان فدي شبهة يجيبوا عليك باطلة شبهة تانية أنا عندي عقل بعرف الحق من الباطل والعقل بلاو ما كفاية في معرفة الحق من الباطل والدليل أدل كثيرا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقال تركتكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا قال عقولكم ما قال عقولكم قال كتاب الله وسنة فيبقى العقل براوي أخواننا ما بيستقل في معرفة الحلال من الحرام ده واحد وفي شبوات كثيرة أنا الكلام ده جبته لأنه واحد من أخواننا جزاو الله خير جاب ليه تسجيل عمك البكوريك بيجاي ده وليقى الناس ساكت وفاتحة قشو ما وهو يكذب لهم وناجر وجاب له قواعد جديدة في اللغة العربية زول خرب أي حاجة يعني لو جاسيب ويه بدقه مطرق في الغواعد اللي بيجيبه جديدة ده قواعد جديدة ده دي غواعي زاحته والله دي بتهديمه الإنجليزي خليك من اللغة العربية ما ممكن يا غواعدك دي ما تكذب على الناس تزول جاهل ساقي طيب فبقى يجوز للناس الشري حميده بيجاي قام جاب له شبهات تقف معاه سريع الشبهة الأولى جاب قصطة البرع بتاعت بناديهم بناديهم قال ما معناه دعا غير الله بل هو توسل الزول دي أخواننا مالو ده زول نصيح تب تعرف سوداني سوداني بتعرف يا حميدة لغة عربية بتعرف بناديهم معناه جنو النداء معناه جنو النداء معناه جنو يا حميدة معناه توسل النداء ده مباشر طوالي أما التوسل بتدخل ليك واسطة هو قال بناديهم تقول ده توسل هو ذاته البرع ذاته قال ده ما توسل يا ناس قال بناديهم طيب نفترض معاه ده توسل الدعاء كيف لو ده يدعو أعمل شنو إذا كان ده توسل يا قال لك بناديهم وربنا قال وأيوب إذ نادى ربه النداء لله بسؤال أو برغبة أو برهبة ده الدعاء والعبادة فيمت فده قال لك بناديهم يعني بنادي غير ربنا سبحانه وتعالى وربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون أما التوسل الدار يدخل لك حميدة وهو ما فاهمه العلماء قال ثلاثة أنواع دائر ربنا يشكل لك مريض دائر ربنا ينجحك في امتحان دائر ربنا يرزق القروش زوجة أولاد غيره تعمل شنو تسأل الله سبحانه وتعالى العلماء قال قبال ما تدعو الله وتنادي الله وتسأل الله وتستغفى الله تقدم بين يدي هذا الدعاء ثلاثة أمور أو واحدة من ثلاثة أمور الأمر الأول أن تسأل الله بأسماءه الحسنى وصفاته العلاء يا رحيم ارحمني يا رزاق ارزقني إلى آخر والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو بالأسماء الحسنى يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفتعين دنوا على الأول النوع التاني بدعاء الرجل الصالح مش بالرجل الصالح ما بتقول يا فلان بتقول يا فلان أدعو لي معاك الله والدليل في صح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب شنو مستجابة وكر الله بها ملكاً يقول آمين ولك بمثلي يعني لما تقول يا الله أشف مريض فلان الملك يقول شنو ولك بمثل ثلاثة تقدم قبال الدعاء عم الصالح تشيل جنيه تدي لي مسكين تقول يا الله بعمل الصالح ده ها يا الله أشف لي مريضي يا الله أرزقني وهكذا دي تلاثة أنواع المشروعة والوردة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا في سفر في جيش الموية قلت وكان في ركوة ركوة بتعرفة ركوة إن شاء الله يسبتوا عليك بمسامر زنك في صلاتك دي ركوة معناها كورة موية في كورة في إمتى فجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام سمى الله ودعا فصار الماء يتفجر من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لمعجزة والنبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة جابوا له لبن كان معه أبو هريرة رضي الله عنه والجيش أهل الصفة 80 نفر أبو هريرة قابل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذه أهل الصفة أدعوهم قال لئن شبعت اليوم من شيء لأشبعن اليوم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نادي أهل الصفة تمانين نفر وما كان عندهم مأوى كانوا يعملون أو ما كان لهم أعمال ولكن كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى في المسجد ويخرجون في الجهاد كانوا أهل الجهاد أما ده ده للطلاقيت من الناس اللي بيجاهده المسلمين يا الواحد يشتغل وكده وزول برد ودردقة وعرق وكده بعد ما يمرق قروشه يجي حميدة إلى الجطة آخر النهار ويزول فاتل حميدة وماسي مع الحد ربنا بيبتليه بالجماعة دير ودي طبعا سرقة باسم الدين نهب مصلح ده ما مسلح مصلح بينهب منك عينك يا تاجر وانت ما بتحسينه الزول ده شنو ما بتحسينه نهب منك حاجة يقول لك يا سلام ده زول دين ده ما فاهم حاجة ده شن منك قروش من غير يريت له من غير مقابل وافسد عقيتك فهمتا فالشاهد من الكلام النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الإناء وقال يزول لما يجي يشرب يسمي الله فشرب التمانين بعد ذا ابو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له بقيت أنا وأنت فابو هريرة قال نعم قال له أشرب قال فشربت قال له أشرب فشربت قال له أشرب قال له أشرب قال والله ما أجد له مسلكة فشرب النبي صلى الله عليه وسلم فضل أبي هريرة ده برضو معجزة وده برضو فيه أولاد على العلاق يقول لك ما تقعد مع الشيخ في كرسي واحد وما تجرب من مويت الشيخ وما تتوضى من ابريق الشيخ والنبي عليه الصلاة والسلام شرب فضلت أبي هريرة ده أخي تقول لي صوفية وكلام فارغ وعفل المهم ده موضوع تاني فده ده أنواع التوصل في نوعين واحد شريك واحد بدعة البدعة تقول يا الله بيجاه فلان يعني بما كانت عندك ده بدعة ما عمل السلف حرام والدعاء يعتبر اعتداء في الدعاء منهي عنه وأما الشريك الشغل بتاح الميدة ده تقول بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم حيين ميتين بناديهم ميت تناديهم ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ما بينفعك ولا بيضرك يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير وهذا لم ناديهم يا حميدة أدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أدعو خلي فرتق الناس دين أدعو خليهم فخنا أدعو إزيرقاب وأبدل عن حديد وبعصات سيف وبقرجة شنو أدعو خلي عمل لنا حاجة فإنت كذاب ساي فشو بالولة باطلة طيب نمرة اثنين قال هل سمعتوا في واحد درويش قال البرعي الله درويش قال قال البرعي الله ما حصل قال الوهابية بيتكلموا ساي شوف إنت عشان تبقى مشرك ما إلا تقول فلان دا الله لو قلت فلان دا الله مش بتبقى مشرك بتبقى إنت وفرعون في سرج واحد انت ما بتفهم اللجناح الميدة ربنا قال فحشر فنادى فقال شنو أنا ربكم الأعلى قال بيقول لنا الله دا منه دا فرعون لكن برضو شيء خصو فيها قالوها هنا كتابة القادرية قالوها قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكرين أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة قالوها والبرعي مدح الناس القالوها قال علم الحقيقة ما عرف ليك قال قال درقت ودقت على لون من الطاصي قال قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته قال أنا قدمي وضعت على ربنا سبحانه وتعالى البرعي قام قاشنو بدل ما يقول كافر كده قال يا له من عارف كاسي بدل ما يقول كافر شماسي قال يا له من عارف كاسي أها قال ومن قائل خط بحرا زاخرا وقفت بساحل منه بساحل منه رسل هم سادة الناس وده أبو يزيد البستاني الملحد المجرم قال خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله قال نحن الحصلنا الأنبياء ذاتهم ما حصلوه ده إلا يكون بحر الكفر الأنبياء ما بيجبه جنبه ذاته منزهين عنه لكن داري وركنو حصل من العلوم ومن المكاشفات والمواجد ومن الأسرار الشيطانية ما لم يصل إليه الرسل والأنبياء في امته وبتعال ختمية قال أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي فهم قالوا أنا الله لكن لو انت جيت قلت هو ما الله لكن بعلم الغيب هو ما الله لكن تنده في الشدايب هو ما الله لكن بيخلق مع الله هو ما الله لكن بيهرش ملك الموت هو ما الله وملائكة الله لما تعصي الله تمشي ليه الله عن طريق السمانية وهم ما الله لكن جاءوا كتاب من الله سبحانه وتعالى مكتوب فيه بقلم القدرة غفرنا لك ولأهل قرابتك أجمعين هم ما الله لكن لو ذكرت في القبر ما بعذبك هم ما الله لكن ملك الموت السؤال ملكين السؤال لما انقال له من رب قال الشيخ عبدالله بعالوي الملائكة قبلوا منه الإجابة دي هم ما الله لكن بيعمل الحاجات دي طيب ابقى الله بتين بتاني يا حماد يا ما عندك دماغ وما عندك أي طايق فهمت فدكزك فهو ما إلا يقول لك هو الله عديد لقين صفات الله سبحانه وتعالى الدولة الأولية الضعاف الرميم الرمم الميتين المدفونين تحت الوطا فهمت فدي برضو شبهة باطلة بعده قال أي حاجة ضاعت قال بدل تقول يا الله مباشرا مباشرة عندك حاجتين كمان حماده بيقى يفصل كمان والله يا اخواننا لغة هزلت حتى بدى من هزالها كلها وحتى سامها كل مفلسي وكما قال المثل الشعبي هانت الزلاب وفاكلتها الجداد يا حي ماذا انت تفصل شنو هذا بيقى الهواري بتاع الصوفية ولا شنو بيفصل يقسمها إلى اتنين ده حماده حماده تقسم شنو يا اخ تقسم شنو يا اخ الله اهديك في امتى قال إذا ضاعت لك حاجة بدل تقول يا الله مباشرة عندك حاجتين تقول يا الله قال ده القسم الأول الزلده ما بليد يا اخواننا الزلده المخو ده كيف ها ولا قبل ما اخش الحلقة دي عنده مشروبات روحية بيشربها ما انا بتسألي عنه انا بتسأل لأنه الكلام ده ما ممكن يقوله زو العاجل بدل ما تسأل الله مباشرة في حاجتين اقول لك بدل الحجنة في حاجتين الحجنة والدرب اسيد اجنودا بدل الحجنة في حاجتين الحجنة والدرب او الحبل او القطرة اسيد دي بيقى حاجتين يا أخواننا الزلده بيصيف شنو طيب قال الأولى تقول يا الله عديل والتانية تقول تتوكل بأولياء الله أنا ذاتي دي ما قادرة لايقة كده يجيب لها شوالويكة ولايقة لايقة يا حمدة ها قال تتوكل بأولياء الله يعني ده توكل التوكل شركة شركة ده شرك تربيع يا حمدة انت راسك ده مالو ها عشان كده دايما أي زول بيلعب الدين بيضل وبيضل ضلال بعيد زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك هو الضلال البعيد ضلال بعيد وضلال مبين في امتى يا اخي قال وقام قال شنو قال والأحسن تتوكل بأولياء الله قال ده الأحسن ليه قال لأن الأولياء دي الناس قريبين من الله لأنه قال هم بغيموا الليل وانت بتكون نايم زي شوال الملح شفت بتاع شوال الملح ده أحسن من البرع بتاعك شوال الملح بتاعك كان نايم الليل كله ده في امتى وعقبته صحيحة ده أحسن من المكاشي والكباشي وشفوت بتاع انك ده في امتى لأنه ده نفس كلام المشركين المشركين سبب شريكم شنو ربنا قال والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليشنو ليقربونا إلى الله زلفا حميدة شبهة حميدة وشبهة أبو جهل سريجهم واحد شوف الكلام ده كيف طيب نمشي للبعدية كلام غريب قال في الأذكار اللي النووي باب إذا انفلتت دابته وقام جاب حديث عبدالله بن مسعود إذا انفلتت دابته أحدكم بأرض انفلات فلينادي يا عباد الله احبسوا وفي رواية أغيثوني قال قال الباهنا سببية كده أنا وجه للنجرة الجديدة دي دي لغة عربية ميدن حميدة ميدن الحمامات الزل نجو الحمامات بيشرب شنو يا ناس اللغة العربية بتاعتك دي جيبتها من وين ها دي بقى السببية وبقى السببية بتكون في نص الكلمة والله لكن يا عميدة والله دي ما سبغك عليها أحد من العالمين يا أخواننا بقى السببية بتكون في نص الكلمة لي لا إلا الله يا أخواننا كده الأجرومية الأجرومين كده ورون الشغل دي اللي جيتها وين يا حميدة تلبي يجريك عربي منه ها يظيم يجريس الفاكير طيب قال والله والله اللغة عليك اللي أفتح لي أي كتاب بتاع لغة عربية في راسك أو أو لغة ما عربية لغة تانية شيخ خادم يا الباس وين شيخ خادم منه نخليكم بلك لغة عربية يا حميدة إنت الحاصل عليك شنو يا حميدة طيب أول حي يا أخواننا الحديث ده ضعيف ما ضعفناه نحن ضعف العلماء فهمت زي ما قال الإمام أبو يعلى وضعفوا الإمام الذهبي وابن حجر لعلتين العلة الأولى في واحد اسمه معروف ابن حسان السمرقندي العلماء قالوا ده متهول معروف غير معروف العلماء قالوا كذا ما معروف وقبال أخذنا في حديث أبي هريرة الذي يزعم أنه أخذ العلم من الشيطان وده كلام باطل إنه ما أخذ العلم من الشيطان وما قبل العلم لأخواننا لأنه كان ما عرفه كان متهول فيبقى أخذ العلم من المتهول شنو يا أخواننا حرام ده نمر واحد نمر اثنين فيه انقطاع والانقطاع خلل وافتقاد لأحد شروط الحديث الخمسة ماذا بتعرفها؟ نجيب لك واحد من أخواننا البقر في المعهد يسميها ليه؟ في امتى؟ فالحديث منقطع الله يكتعل الشرك طيب فقال يا عباد الله يحبسه البقى بتاعت السببية ها دي الممكن تعود تشيل طبعا الموضوع زي ده كبير على حمده تشيل البقى وتاخد بدل شنو؟ بسبب كلمة بسبب ربنا سبحانه وتعالى قال وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم بسبب الأعمال في امتى؟ دي اسم البقى السببية لكن احبسوا البقى هنا تسمى بقى أصلية والبقى الأصلية أو الحرف الأصلي إذا أخرج من الكلمة صارت اختلت الكلمة أو تغير معناه لما تشيل البقى بتاعت احبسه بتبقى شنو؟ أحسو صح؟ نحسو شنو يا حمده ها؟ فديا أخوانا دي ذاتها والله إحنا في بلد العجائب والله دي بلد تعت عجائب ذاته لغة عربية بيقول إلا خبتوها الغواعي دي من من زمن إسماعيل عليه السلام يزوج من العرب لغاية أول مبارح كانت ياه والله لغاية ما جاحم ميذا دخل كراعه ومرق الباب تعت السببية والباب تعت الختمية وهو الساكن كلام باطل وفارق